ينضم إلينا من طهران صالح قزويني الكاتب والباحث في الشؤون السياسية أهلا وسلام بك سيد قزويني إذن الحديث عن الخيار العسكري يكثر هذه الأيام في انتظار الجولة الحاسمة للمفاوضات النووية تدريبات عسكرية إيرانية مستمرة لعدة أيام وأيضا مستشار الأمن القوم الأمريكي في إسرائيل لمحاولة بحث الخيارات الأخرى على رأسها طبعا العسكرية في حال فشلت الدبلوماسية بالتوصل إلى اتفاق كيف تفسر كل ذلك طبعا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك يا أختي الكريمة ولكل المشاهدين أنا أفصل بين الأمرين أستبعد أن يكون هناك أي خيار عسكري على الرغم من ما أعلنته وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أنهم بحثوا الخيارات العسكرية مع إسرائيل في حال فشل المفاوضات ولكن أنا أستبعد أن تكون هناك أن يكون هناك أي خيار عسكري ضد إيران حال فشل المفاوضات وإنما ربما سيستمر الضغط وسوف يستمر الحضر هذا فيما إذا فشلت وأتوقع أنه سوف تنجح هذه المفاوضات على ماذا تبني تفأولك سيد قزويني الجولة الأخيرة كانت باعتراف جميع جولة صعبة من المفاوضات وهناك كان انتقاد كبير للوفد الإيراني المشارك وهناك كانت تعليقات أوروبية على جديته وعلى التعليقات أو الاقتراحات التي قدمها يعني الاتفاق النووي ليس فقط حاجة إيرانية وإنما أيضا حاجة غربية حاجة أوروبية حاجة أمريكية كذلك الحال فيما يتعلق بالكيان الإسرائيلي أيضا هناك حاجة إسرائيلية بحثة يعني إذا كانت بالفعل إسرائيل تخشى أن تذهب إيران لصلحة قنبلة النووية فإن السبيل الأفضل لذلك لمنعها هو الاتفاق النووي الاتفاق النووي يقيد نشاط إيران النووي ولا يسمح لها بامتلاك أو تصنيع القنبلة النووية لذلك الأفضل لها أن تنتزم أو أن يتم التوصل إلى اتفاق أما أنه لماذا تطرح إسرائيل هذه التصريحات ترفح من وطيرة الموقف ضد الجمهورة الإسلامية في إيران أنا أعتقد أنه السبب في ذلك هو أن إسرائيل بدأت تشعر أن المكاسب التي تحققتها إدارة ترامب لها بدأت تتبخر بدأت تتبدأت بدأت تتلاشى يعني في مقدمة هذه المكاسب هو إيرانفوبيا أو التخويف من إيران أو لأن إسرائيل لا تؤمن كما تقول بأن أي اتفاق نووي مع إيران سيوقفها عن الاستمرار بمخططاتها النووية وربما الوصول إلى قنبلة نووية ولذلك تقوم إسرائيل بالضغط بشكل كبير على الإدارة الأمريكية وهذا يؤثر بطبيعة الحال على مرونة البيئة المتحدة في المفاوضات أليس كذلك لا لا أنا لا أعتقد ذلك يعني الاتفاق النووي لا يسمح لإيران بأن ترفع تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من أربعة بالعشرة درجة وبالتالي لصنع قنبلة نووية لا بد أن يكون هناك تخصيب اليورانيوم إلى درجات مرتفعة إضافة إلى ذلك فإن الوكالة الدولية ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكاميراتهم تراقب المنشآت النووبية على أربع عشرين ساعة يعني مفتشي دائما يأتون ويرحلون وبالتالي ما يمكن لإيران أن تقوم بصناعة القنبلة النووية مع وجود الاتفاق النووي ولكن إسرائيل هذه مجرد ذريعة أولا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم مساعدتها لإسرائيل وكذلك الحال لإبقاء الوضع كما هو يعني اتفاق نووي بالإضافة إلى أن تكون إيران في المرمى شكرا جزيلا لك سيد صالح قزوين الكاتب والبحث في شؤون السياسية كنت معنا من طهراء